وهل اهتموا ايضا بالجانب الثقافي؟ حرص البطالمة على تحقيق تنمية ثقافية لذلك قاموا بانشاء واحد جامعة الاسكندرية التي كانت اكبر دار علم في العالم القديم حيث ازدهر بها العديد من العلوم مثل الفلك والجغرافيا والطب والجراحة توصل علماء جامعة الاسكندرية الى الكثير من الحقائق العلمية مثل دوران الارض حول الشمس تقدير محيط الكرة الارضية من اشهر علماء جامعة الاسكندرية واحد اقليدس الذي وضع اصول علم الهندسة اثنين مانيتون المؤرخ المصري الذي قسم تاريخ مصر الفرعونية الى ثلاثين اسرة ثلاثة ارشميدس صاحب قانون الطفو وهل هناك مجال اخر غير جامعة الاسكندرية يدل على اهتمامهم بالثقافة والعلم مكتبة الاسكندرية اول مكتبة حكومية عامة عرفها العالم القديم انشأها بطل ميوس الاول واهتم بتزويدها بالكتب الاصلية التي بلغ عددها نصف مليون كتاب في جميع فنون العلم والادب والمعرفة كانت هذه الكتب باللغات المختلفة اليونانية والفينيقية والهندية تعرضت المكتبة للتدمير عام 48 قبل الميلاد ترجمة نانسي قنقر